هامل معاكو ديكور حلوة قوي بالميراية اللي موجودة في كل المكتبات او بنلاقيها على العربيات في الشارع جبتها وجبت قطعة من القارتون وبدأت ان الزقها عليها كده وبعد كده هداري بقى الميراية علشان عرف اشتغل فيها براحتي وبعدين هجيب خيط الخيش وهبتدي ان انا ألفه عليها كده زي ما انتو شايفين انا بجيب خيط الخيش من مكتبة كبيرة او من محلات الخردوات والخيوط موجود كل المقاسات وكل الاحجام بتاعته وبعد كده هلفه عليها كلها زي ما انتو شايفينها كده وهسبتها بشامع كويس وهقص زيادات القارتون كلها بالقطرة وهجيب مجموعة من الصدف انا جابها مكتبة كاميرا تسعة موجودة برضو عند محلات الخيوط والخردوات وهرصهم كلهم كده جنب بعض التراية لطيفة على جنب واحد بس ويحبزة لو كان الجنب ده اللي في نهاية الخيط التاني بحيث ان انا قدريه يكون شكله لطيف وهجيب مجموعة من اللوني الابيض وابتدي ان انا احطه كده عليه وهسبته بالشامع كويس وهجيب قطعة من قماش الجوخ اللونه بيش وهبتدي ان انا احطه كده وراء الخطوة دي اختيارية اني ممكن تستغنوا عنها مفيش اي مشكلة بس انا حبيت ان انا اعملها عشاني بشكلها حل وهعمل لها تعليقة كده من وراء خيط الخيش وهبتدي ان انا احط عليها حتى كده من الجوخ بحيث ان هي تكون قوية وهجيب مجموعة من التطريز اللي هو النص الوي ده وهبتدي ان انا احطه بالطريقة اللي انتو شايفين هدي انا كده خلص الفكرة بتاعتي النهاردة بصراحة عجبتني قوي ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وتابعوني علشان يوصلكم كل جديد انا بعمله وهستنى التعليقات بتاعتكم وهحاول ارد عليها كلها وهس